لو كل 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 قدامك بالطريقة دي ولو انا اصلا مش عاوز اتعب نفسي واكتب خالص ضغطة واحدة هنا كده من هو كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو هو لعب كرة قدم برتغاليين يلعب كمهاجم مع نادي النصر السعودي في دوري المحترفين السعودي هيجيبلك هنا كل حاجة سألت عليها و هيقرهالك بالشكل ده السلام عليكم ايه الاخبار واهلا بيكم في فيديو جديد المتصفح اللي شوفناه في مقدمة الفيديو هو اول متصفح بيشتغل بالذكاء الاصطناعي واللي حرفيا فيه مميزات كتير جدا هتبهرك قوي وعجبتني جدا وقلت لازم اشاركها معاكم واللي هيغنيك عن كل المتصفحات اللي استخدمتها قبل كده ولازم يكون موجود على موبايلك فلو مهتم بالمتصفح وعاوز تستمتع بالمميزات اللي فيه اخبط اللايك المتين ويلا بينا نثبت المتصفح ونشوف كل مميزاته مع بعض يلا بينا علشان تحمل المتصفح اللي اتكلمنا عليه في مقدمة الفيديو هتضغط على الرابط اللي موجود في اول تعليق في الفيديو ده تاني يا جماعة رابط المتصفح في التعليقات مش في الوصف اضغط على التعليقات هتلاقي رابط المتصفح في اول تعليق هيدخلك على الموقع بتاعك العادة في المقالة دي هتلاقي شوية معلومات عن المتصفح وعلشان ما تضيعش وقتك انزل لاخر المقالة دي على طول ستجد كلمة مكتوب عليها للحصول على المتصفح وتحتاج كلمة اضغط هنا اضغط على هذه الكلمة سيدخل لك على جوجل بلاي المتصفح اسمه Microsoft Edge AI مساحته كبير نوعا ما مية واثناشر ميجا بايت وتقييمه عالي أربعة وستة من عشرة ويستخدمه أكثر من خمسين مليون شخص فهنضغط install أو تثبيت علشان نثبت المتصفح بعد المتصفح ما يخلص تثبيت فهنضغط على فتح وهنضغط من هنا على تخط المقدمة لو تريد جعل متصفح Microsoft Edge هو متصفح الاساسي فهنضغط على تعين كمستعرض افتراضي ولا يمكن أن تضغط المتصفح الأساسي فهنضغط على لايس الان وهنضغط من هنا على لايس الان برضه خârجز من هنا على إضافة حساب خيارتي وهنضغط من هنا على إضافة حساب وتكتب بياناتك أما لو تريد الت��서 توجد ال Stellar سوف تضغط على ليس الان سوف نضغط إلى هذه المسبeminine على ذلك وندERS على بدء الاستعراض insaydaц يشغل معنا الناس سنرى الآن مميزات عجبتني جدا في هذا المتصفح ممكن الآن أسرش على شيئا معينة لو أنت سرشت عن أي شيئا وطلع لك نتائج البحث باللغة الإنجليزية مثل ما أنت شايف كده وانت مش قادر تفهم الكلام المكتوب فبكل بساطة هتضغط على الثلاث شرط دول وتسحب للشمال شوية وتضغط من هنا على كلمة ترجمة فسوين هيترجم لك كل الكلام اللي في الصفحة لللغة العربية بالشكل ده طيب لو أنت أصلا مش عاوز تتعب نفسك وتقرأ الكلام فبكل بساطة برضو هتضغط على الثلاث شرط دول وتسحب للشمال برضو وتضغط من هنا على قراءة بصوت عالي ادرس اللغة الإنجليزية على طريقتك 24 على 7 دورة اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت هيقرأ لك كل الكلام اللي موجود على الشاشة زي ما اسمعت بالشكل ده حاجة عظمة بصراحة طيب لو أنا مثلا مش عاوز أتعب نفسي أصلا وأبحث عن أي حاجة فبكل بساطة هتضغط على علامة المايك اللي موجودة هنا وابدأ أسأل المتصفح بصوتي وهو هيجاوبني على كل حاجة زي كده بالضبط ما هي ألعاب كرة القدم المشهورة؟ طبعا هناك العديد من ألعاب كرة القدم المشهورة التي يمكنك لعبها عبر الإنترنت إليك بعضها فوتبول ليجنز لعبة تسمح لك باللعب ضد لعبين آخرين زي ما أنتوا شايفين هنا هيجاوبني على الحاجة اللي أنا سألت عليها وحيكتب لي وحيقرأ لي كل حاجة عن الموضوع اللي أنا سألت عنه طيب لو أنت مثلا في صفحة معينة على الإنترنت ومحتاج اللي فيها وعاوز تشغلها لما يكون مفيش إنترنت في موبايلك فبكل بساطة برضو هتضغط على التلت شرط دول وتسحب للشمال برضو كده وتضغط من هنا على تنزيل هذه الصفحة دي الصفحة اللي نزلت على الموبايل بتاعنا وعلشان تتأكد من كلامي أنا هنا أفلت الواي فاي وكمان أفلت البيانات علشان بقى شغل الصفحة اللي أنا نزلتها هعمل إيه؟ هاتضغط برضو على التلت شرط دول وأضغط من هنا على التنزيلات دي الصفحة اللي أنا نزلتها وزي ما انتو شايفين الواي فاي والبيانات مقفولين فلو ضغطت على الصفحة اللي أنا نزلتها بالشكل ده كده هتفتح معي بالشكل ده والموبايل ما فيهوش إنترنت وممكن أشوف كل اللي فيها وأنا ما عنديش إنترنت أصلاً ومن ضمن المميزات اللي موجودة في المتصفح ومناس كتير بتدور عليها هي مانع الإعلانات لو أنت عاوز توقف أي إعلانات على المتصفح وما يظهر لكش أي إعلانات وتستخدمه ستضغط في ثلاثة شرط دول وتضغط من هنا على الإعدادات وتضغط من هنا على الخصوصية والأمان وتنزلت تحت شوية وتضغط من هنا على حظر الإعلانات وتفعل من هنا Erfahrung ومجرد ما تفعلirm readily Expert ما فيهوش أي إعلانات هتظهر لك وأنت بتستخدم المتصفح وهذه كانت أهم المميزات الموجودة في المتصفح الذي كان معنا اليوم أتمنى يا ربي أعجبكم أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم وأشكر كل شخص في الفيديو لغاية اللحظة دي وفي النهاية سأقول لك لا تنسى اللايك والسبسكرايب والشير وأراك على خير سلام